عطريقته الدموية قلب نتنياهو الطاولة بأقل من 12 ساعة بس لوين رايحين بعد ليلة الاغتيالات مبارح خلص نتنياهو من ضغط المفاوضات مع حماس صحيح انه اغتيال اسماعيل هنية ما رح يأثر على الميدان بغزة بس اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس بيعني نهاية التفاوض بالمدى المنظور اغتيالة اسرائيل هنية بقلب طهران يعني نتنياهو عم يجر ايران لرد مختلف بفعاليته عن رده السابق عاصف الانصلية بالشام ورغم تصريح نيب الرئيس الايراني انه ايران ما بدا تصعيد من الصعب انه تسكت ايران عن الاغتيال عارضة تجاهل نتنياهو كل التحذيرات بعدم ضرب بيروت او الضاحية واختار اكبر هدف بحزب الله من بعد امينه العام هيدا بيعني دفع حزب الله لرد نوعي من ناحية الاهداف رغم تأكيد الحزب اكتر من مرة انه ما بده الحرب صحيح انه نتنياهو ما اعلن شن حرب شاملة وما عنده اصلا ضوء اخضر امريكي ليشن هيك حرب بس نتنياهو بهالعمليات عمل كل شي لتتوسع الحرب وعنده كل الدعم الامريكي للدفاع عن اسرائيل بحالة عرضت لأي هجوم من حزب الله وايران وهيك بيكون نتنياهو خلص كمان من ضغوط الانتخابات الامريكية بحالة عرضت اسرائيل لضربة حيلقي حاله بايدن وهاريس وترامب مضطرين يزايدوا ع بعضهم بدعم اسرائيل بدل ما يدعوا لوقف الحرب قدام الدعم الامريكي لناتنياهو صار الموضوع متوقف عرد حزب الله ورد ايران مشكلة الردود الرمزية انه حتشجع نتنياهو ع تخطي لخطوط الحمر من جديد ومشكلة الردود القوية انه رح تودي لتصعيد ما بدون يلاحظ بأله ولا ايران وبيصير الريهان ع تدخلات خارجية اكبر يا بتنجح الوسطات يا بيكون نتنياهو نجح بتوسيع الحرب وفتح الجبهات